يشهد مستشفى عبدالقادر بن شريف بالمدينة الجديدة علي منجلي اكتذاضا في عدد المرضى إضافة إلى افتقاره العديد من المصالح الحيوية تفاصيل أكثر مع 168 يشهد مستشفى عبدالقادر بن شريف الواقع بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة حالة من الاكتذاض بقسم الاستعجالات الطبية نتيجة أن المدينة تضم أكبر تجمع سكني بالشرق الجزائري مصلحة الكشف بجهاز سكنير هي الأخرى تعاني ضغطا رهيبا في عدد المرضى اتسجلت إدارة المستشفى منذ اطلاق هذا الجهاز حيز الخدمة أزيد من 4000 حالة نحن فكرنا بأن نقدم دراسة ميدانية على مستوى مديرية الصحة وسلطات المحلية على أقل إجراء توسيع المؤسسة هذا ويعرف المستشفى انعدام في بعض المصالح الحيوية كجراحة القلب والعصاب وكذا جراحة العظام الأمر الذي يستوجب توسيع هذا المبنى والذي يجاوره أرضية تابعة للبلدية لم تستغل بعد ترجمة نانسي قنقر